كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظة سهاج كان لها نصيباً كبير في مشروعات الإسكان بأكثر من 23 ألف وحدة إسكان سواء إسكان بديل أو إسكان كل المصريين وذلك بمختلف مستوياته بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار جنيه محافظة سهاج كان لها نصيب أكثر من 23 ألف وحدة إسكان سواء إسكان زي ما حنشوف بديل للمناطق الغير أمنة أو إسكان سكن كل المصريين بمختلف مستوياته اللي تبانوا بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار جنيه منهم كان مشروع معروف جداً منطقة اسمها منطقة الدريسة والسماكين وده منطقة كانت الصورة اللي على اليمين قدام حضراتكم ده كان شكل المنطقة وده كانت واقع على نهر النيل مباشرةً وكان بيقتنها يعني يعني أهلينا البسطاء بعضهم كان بيعمل في حرفة الصيد والبعض الآخر في بعض المهن البسيطة الدولة تدخلت أزالت المنطقة وأعادت بناءها في نفس المكان بالرغم من شدة تمييزه موقع على النيل مباشرةً وسكننا وسرجعنا أهلينا في هذه المنطقة مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر